أغلقت الأجهزة الأمنية اليوم المقر الأول والذي يوصف بالتاريخي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة الواقع في شارع الصلط في العاصمة عمان أغلقته بالشمع الأحمر بقرار من محافظ العاصمة والناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة المهندس بادي الرفاعة أعرب عن أسافه لإغلاق المقر التاريخي للجماعة وصفا هذه الخطوة بأنها نكران للعلاقة التاريخية منذ سبعين عاما وكانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت مؤخرا عدة مقر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة قانونيا في مختلف أنحاء المملكة